في ظل ارتفاع وطيرة الهجمات الإرهابية في معظم دول منطقة السحراء والساحل استأثر الملف الأمني على اهتمام قادة مجموعة الخمسة التي تضم موريطانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاس تقييم جهود محاربة الإرهاب تفعيل ديبلوماسية السلم وتعزيز الاندماج وترقية التنمية عنوين بارسة تدارسها قادة دول الساحل في قمة واكشوت قمة الخمسة بحثت سبل تمويل وتفعيل عمل القوة المشتركة لمجموعة الساحل التي تم إشاؤها قبل ست سنوات علينا أن نعمل أكثر لإيجاد حلول للمشاكل التي تتسبب في ضعف منظومتنا الدفاعية وكذلك العدالة والتعليم واللحمة الاجتماعية مجموعة دول الساحل والمجموعة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة اتفقوا على توفير دعم فني ولوجستي لصالح القوة المشتركة القمة وافقت على مقترح فرنسي بإنشاء قيادة عسكرية المشتركة لمواجهة ما تسمى بالجماعات الإرهابية التي تنشط في الصحراء والساحل على هامش القمة انعقد مؤتمر تحالف الساحل الذي يضم فرنسا والاتحاد الأوروبي وبعض المانحين العرب وزير الخارجية الفرنسي أكد أنه تم رصد 11 مليون أورو ستخصص للمشاريع التنموية في المنطقة لكن مدير وكالة الساحل التي تشرف على تنفيذ المشاريع التنموية له رأي آخر المشاريع التنموية المخترحة تدخل ضمن المساء الهادفة إلى القضاء على الفقر الذي يعتبر بئة حاضنة ومنتشة لتطرف والإرهاب بحسب الخبراء عديد المقاربات الأمنية والتنموية تدارسها قادة الساحل خلال مؤتمر قمتهم والهدف اشتثاث الإرهاب والقضاء على أسبابه حمد عبدالله الممين العربي نواكشوت ونظام إلينا عبر من نواكشوت إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيدنا سيديا الكاتب والمختص بشؤون الإفريقية مرحبا بك إذن هذا مؤتمر حول موضوع مكافحة الإرهاب تقييما لأشغال هذا المؤتمر يبدو أن المقاربة الأمنية التي تقودها فرنسا هي سيدة الموقف لحد الآن في انتظار أن تجد المشاريع التنموية طريقها عبر تموين وتموين مناسب بكل تأكيد فرنسا هي السيدة الموقف وهي اللاعب الرئيسي والدعم الأكبر لدول الساحل ولكن دول الساحل أيضا شهدت هذا المساء في نواكشوت هبة وطنية بمعنى أن القمة من أنجح القمة لأنه لامس فيها القادة في جرستهم المغلقة لامسوا الجرح الساحلية النازف اللي هو ليبيا لأنه في النهاية دول الساحلية مكبل الأزمة الليبية ثم إنهم لامسوا الجرح الآخر وعبروا عن 30 مشروع تنموي يعني من أهمها السكة الحديدية النواكشوت جمينة لأن النواكشوت هي الواجهة الأطلسية الوحيدة لهذا الفضاء الساحلي كل الدول الأخرى معزولة من ناحية جيو استراتيجية القمة أيضا تحدثت بشكل صريح عن الإرهاب يعني التطرف العنيف وأن تقول الرئاسة الموريتانية الرئاسة الساحلية لموريتانيا التي هي الدولة المنطلقة ودولة المقر وهي الدولة العربية الوحيدة التي تتمسك رسميا بالإسلام السني المعتدل وأما البقية فهم ليسوا عربا والإسلام لديهم مشوه إلى أبعد الحدود بسبب النسخة الإفريقية من العلمانية الفرنسية هذه أشياء قد يكون لها ما بعده أنت تشير الآن إلى الموضوع الآخر الذي ما زال ينتظر الحسم فيه وهو تحديد مفهوم الإرهاب ولكن فلنقول هذه المشاريع التنموية التي تريدها هذه الدول بالإضافة إلى الرعاية العسكرية الفرنسية الحجة التي لدى الفرنسيين والتي عهدناها أنه عندما يأتي هذا التمويل فإن الجانب الفرنسي والأوروبي فلنقول غير متأكدا من أنه سيمضي قدما إلى تلك المشاريع التنموية شوف هناك تعهدات بـ 2 مليار يورو في قمة المواكشوت للمانحين منذ 2017 ولكنها تعهدات بقيت حبرا على ورق إلا أن فرنسا كما هو معلوم تريد أن تكفر عن ذنبين اذنين أحدهما خلق الأزمة الليبية وهو ما تسبب في المعضلة الساحلية بشكل واضح سواء من حيث الرجال أو من حيث القوة النارية وفرنسا أيضا تريد أن تتربع عنها صبغة القوة الاستعمارية لأن قوة برخان ازداد عدد أفرادها من 4500 إلى 5000 وأصبحت قوة استعمارية فاشلة لأنها جاءت أصل التدخل لإنقاذ العاصمة المالية ولكنها مكثت سبع سنوات وعادة ما يقاس نجاح القوة الأجنبية وفشلها بطول مكثها من عدمه إذن هذان الذنبان يطاردان فرنسا ولكن فرنسا أيضا التفت بشكل ذكي على الفيتو الأمريكي لأن أمريكا ترامب لا تريد أن تدفع أكثر لخارج الحدود نعم ولذلك الأمريكيون تخلوا عن القاعدة العسكرية في أغاديس التي بنوها ب110 مليون دولار ولكن بقية هناك دعم لفرنسا بشكل غير مباشر بحيث أنه ما يسمى اليوم في نواكشوت بأرانجمان يعني الحلحلة التي وقع عليها دول الساحل والمجموعة الأوروبية بقيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا مع إضافة إلى الأمور المتحدة سيكون بشكل وبآخر استدرارا للمال الأممي المقدم للمينيسما المقيدة جغرافيا بالدولة المالية إسماعيل والد يعقوب والد الشيخ سيديا الكاتب المختص في الشؤون الإفريقية شكرا جزيلا لك